مساء الخير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايب الكل بخير احييكم من قناتي قناة مملكة الفنون والتجميل وديوم ورح اعيد صابونة الشبة بس رح اعملها انا دائما بقولكم ما حب نزلكم وصفة معادة الا تنطلب من عندي انها بعيدها نفس الاشي اما الوصفات اللي انا حب اعيدها وحب اللي هم اسويها برزلها بس اطيف لها اضافات عشان نستفاد من عيدها اليوم حبايبي رح نعمل الصابونة الشبة صابونة الشبة انا سويت الطريقة كثير خوات كتبولي اللي يا ام يوسف الصابونة الشبة من خلطنا كان ما بيبري حبايبي انا كمان ما كان يبري معايا مية بالمية لان هو مادة حانضة كلش قوية مع الصابون هيك بتسوي زين بس هي بالتكييس من تجين تكيسين الجسم بتنظف الجسم مية بالمية هاي الصابونة المفضلة الصراحة اذا حبيتي تكيسين جسمك قبل ما ادي بهذا الموضوع وافوتوا بهذا الموضوع ياريت تشوفون الفيديو اللي على قناتي قناة ما بلاك ترفنون اليدوية نزلت فيديو كثير حلو وكل النساء والرجال يحتاجوا اللي يصبغون شعرهم ويريدون يزيلون بقايا الصبغ اللي بتعلق في فروة الرأس هاي البقايا بتسبب مشاكل الى فروة الرأس انا سويت لكم فيديو كمان بيطول وبيكثف وبيقشر فروة الرأس ياريت تشوفون رح تقون الرابط تبعتها في صندوق الوصف هنا عدتكم الوصفة تبعتنا اليوم رح اصويها الطريقة ثانية مية بالمية طبعا هون انا استعملت اي صابونة انت عندك صابونة دوف اي صابونة اذا تجين علي انا شخصيا انا استعملت الصابونة الدوف بس اذا تجين علي تقولي لي ياهو الافضل وانا استعملت اللي موجود عندي باقولك صابونة الجلسرين صابونة الجلسرين رهيبة جدا جدا ما عندك اي نوع صابونة عندك ممكن انحولها هون انا شو سويت حبايبي برشته طيب للصابون وحطيت عليه شوية مي ورد برشته وحطيت عليه شوية مي ورد بس شو وخليتها شوية بالمكروفلا بس عشان شوية الينا زي ما انتوا شايفين وممكن نضيفي للماء الورد قديش الماء الورد ما رح نضيف كتير مي ورد حتى لا تقولون بعدين ما تجمد معانا رح نضيف حبايبي نصف الكاسة الشاي خليني اورجيكم الكاسة الشاي اللي انا بقصدها طبعا هاي كاستنا احنا البلاراق نصف الكاسة مي ما ورد نصف هاي ضفتها ما ورد نصف الكاسة زي او تسيبي وشون حركيه والصابونة تاخذين الكمية اللي انت تضيفيها ما تضيفي انا اضفت خلينا نقول صابونة كاملة ما رح تضيفين الا نصف الكاسة الشاي مي اذا حبيتيها تكون سائل يعني تسوي زيد المي تبعا تضيفي لك كاسة كبيرة هيك اذا حبتها سائل اما اذا حبتها صابون عادي قلل المي قلليش قد ما تقدري زي عشان تجمد معاكي كثير كوي زي ما انتو شايفين حبايبي هسة زي ما انتو شايفين شوفوا من البرحة بالليل انا برجت الصابونة ونقعتها شوية بالماء الورد رح اضيف لها شغلة كتير حلوة رح نضيف حبايبي جلسرين عشان يمبيض البشرة طبعا تستعمل للجسم كله وللوجه رح ناخذ ملعقة وسط من الجلسرين طبعا رح اطلع لكم فيديو كامل عن الجلسرين وعن فوائده وكيف نستعمله وهل هو مفيد للبشرة شو يعمل بالبشرة كل هذا رح نزل لكم زي ما انتو شايفين حبايبي ضفت الجلسرين ملعقة وسط وحرك الجلسرين مع الصابون حركة عشان كله يتجانس مع بعض رح نزلكم بعد هذا الصابونة رح ننزل الصابون تبعت البذور الكتان او الشيئ او الاسبغول يعني اي جل عدة كتي تستعمليه زي ما انتو شايفين شو هسا حبايبي رح نضيف له رح نضيف الشبه بس الشبه ممكن نضيف حبايبي فيتامين اي طيب فيتامين اي حبايبي نضيف اي فيتامين اي ممكن تبسولة او كبسولتين اذا حابة هذا انا حابة يعني اذا اتي حابة ممكن نضيفين كبسولة او كبسولتين كمان راحن حركة كثير كويس زين ما انتو شايتين حاولوا انتو جو هسا عدكم حار مو مثلني طلعوا لابسة جاكيتة وانا عرف حضحكم عليا الجو بارد والله عدنا بارد يعني ما بأملت بطل لمطار ما في سيف حاق الله مشوكوا على كل حال هسا حبايبي انا هون هذا الزيت انا سويته مرة معاكم انا حطته بهيك طلعوا او اوبس طلعوا هذا هو شو هو هذا الزيت زيت الاطفال وانا خالطة معا حبايبي شبه خالطة معا شبه زيت الاطفال مع شبه اتي ممكن تاخدين زيت الاطفال تاخدين حبيبتي زيت الاطفال اي زيت قدك زيت الاطفال طيب انا مسويته خلطيكم الملخص طبعته عشان نسوون زي بالفرد انا هون زيت الاطفال وخلطت معا حبايبي زي ما انتم شايفين لونه اصفر زيت الاطفال ما يكون لونه اصفر اذا حبيتي ممكن تاخدين قشور البرتقال مطحون قشور البرتقال تنقعي ويا زيت الاطفال خلينا نقول خمس ست ايام وبعدها الصفي او الذبين هيك شرائح طويلة وبدون ما الصفي مع زيت الاطفال اي زيت اطفال عندك اذا حبيتي او اذا ما حبي فقط زيت الاطفال شو رح اضيفيلي انا حطه معا شبه كمان حبايبي هذا زيت الاطفال بس انا رح اسويها كأنه اول مرة نعملال داخدين خلونا نقول اربع معالق او خمس من زيت الاطفال اربع او خمس معالق من زيت الاطفال ورح اضيف ملعقة صغيرة من الشبه ونخلط الشبه مع زيت الاطفال مو بالكثرة ترى الشبه على فكرة عح نخلطها مع زيت الاطفال خلطها كثير كويس طيب وبعديها بعد ما يذوب تماما حبايبي رح نحطها فوق الوسطة زي ما انتوا شايفين رح أحركه وأرجع لكم حركيه كثير كويس وإذا جمد معك بحمام مائي حمام مريم وحاولي حركيه كثير كويس بحيث يتجانس مع بعض بعدها حبيبتي رح نحطها بقوالب وأورجيكم وبعدها حبيبتي ممكن تحطيها بتاسات هيك إذا ما عندك قوالب وتقصيها زي ما أنا سويت وتخليها بهيق قالب وبعدها حفتح لكم ياها وأورجيكم هيك بالأخير هذا هو أو تحطيها إذا عندك هيك قوالب خليها حبيبتي عندك هيك على الشبات أول إشي حطيها بالثلاجة خليها تمسك ما رح تطول معاكي ورح تمسك إن شاء الله بعدها طلعيها من الثلاجة وحطيها برا طيب حسا جوحر أصلا ما في داعي حتى بالثلاجة عسري حطيها هيك جنبك على الشمس على الشبات بس تجي تبسيكية تبقيها جاء نشفت افتحيها وضبيها بس خليها تنشف تماما ما رح تخرب نهائيا ورح أورجيكيها مع إنو جوعدنا بارد رح حطها بالثلاجة أما أنتو تقدرون تحطوها على الشمس ما في أي مشكلة هذا هو اليوم حباي بيك فيديوه تبعتنا بالنسبة حباي بيتو استعمل للمناطق الحساسة للبشرة للجسم على الوجه خليها وعلى الجسم سيبيها أقل شي يعني شون تقول تعمل شغلها أقل شي سيبيها فالسبع دقائق على الوجه على الجسم وليفي بيها سوي فيها كثير حلوة خاصة بالكيس الأسود كثير حلوة للجسم هذا هو اليوم الفيديو حباي بيتبعتي أتمنى أنه ينال رضا جميع وأتمنى منعكم حباي بي أنكم تدعمونا باللايك والشير والاشتراك ودائما اتفعلوا الجرس عشان يصلكم مني كل جديد ومع السلامة